ولد رضي الله عنه وبن هاشم محصورون في شعب أبي طالب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ظهر نبوغه منذ صغره للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف فأعجبه فدع الله له أن يزيده علما وفهما فقال اللهم علمه الحكمة إنه عبد الله بن العباس بن عبد المطالب بن هاشم القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على طلب العلم منذ صغره وقد كان جادا فيه فقد طلب من شاب أنصاري أن يزامله في الطلب فاعتذر بوجود كبار الصحابة فتركه واجتهد في الطلب فلما رأى هذا الشاب بن عباس بعد مدة والناس يستفتونه قال هذا الفتى كان أعقل مني كان رضي الله عنه من أفقه الصحابة وأعلمهم بتفسير القرآن وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل قال ابن عمر رضي الله عنهما هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد تتلمذ له جماعة من التابعين كعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وعطاء بن أبي رباح والشعبي وله رضي الله عنه مناظرة مشهورة مع الخوارج تدل على علمه وفطنته وقوة حجته فقد اقتنع معظمهم بكلامه ورجعوا عن فكرهم المنحرف توفي ابن عباس رضي الله عنهما سنة ثمان وستين بالطائف عن إحدى أو اثنتين وسبعين سنة وصل عليه محمد بن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة